اشتركوا في القناة في مختلف المحافظات وأكد سعدة الوزير على تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة لضمان اتباع الإجراءات المعتمدة لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال والدفاع المدني وأمانة العاصمة والمجالس البلدية وجدد الوزير دعوته للمواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن أي طارئ بشأن تجمع مياه الأمطار عبر الخط الساخني للبلديات وكذلك التعامل مع الأمطار حسب إرشادات وتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية وأكد بأن فرق الدعم متاحة على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الوزارة تق؟ اشتركوا في القناة